بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من الأمور التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في القرآن وحثنا عليها الإحسان إلى الجار أيًا كان نوعه وأيًا كانت ديانته وأيًا كانت قرابته ولعظمها قرنها ربنا تبارك وتعالى بعبادته قال ربنا تبارك وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم الله عز وجل يريد من المجتمع أن يكون أمةً واحدة أمةً متماسكة يعطف بعضها على بعض ويسأل بعضها على بعض الإحسان إلى الجار يكون بعدة أشياء يكون بعدة أمور إما أن تتفقد أحواله تسأل عنه تعوده إذا مرضى تتبعه إذا مات تحسن إليه تعطف عليه إذا احتاج منك إلى العطف وإذا احتاج منك إلى السؤال ولذلك إذا حقق الإنسان هذا الأمر القرآني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يدل على كمال الإيمان قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا إحسانك إلى الجار دليل على كمال الإيمان قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أين نحن من هذه الأوامر النبوية المباركة أين نحن من أوامر الله في القرآن أين نحن من هذا الإحسان وأحدنا لا يعرف شيئا عن جاره يمرض الواحد الأيام بعد الأيام والشهور بعد الشهور ولا يجد من يطرق عليه الباب لا يجد من يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الباب وهو أسوتنا وقدوتنا بل إن الأمر جاء بوصية من أمين وحي السماء جبريل رضي الله عنه إلى أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم قال نبينا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيأخذ حقا في الميراث سيأخذ نصيبا في الميراث بسبب اهتمام الشرع الحنيف واهتمام الدين الحنيف بالإحسان إلى الجار ومن الإحسان إلى الجار أن تكف الأذى عنه وأن تصبر على أذى الجار إذا كان لك جار يؤذيك فاصبر على هذا فإن هذا من الإحسان ولا يضيع عند الله عز وجل ولا يضيع هذا العمل بل ستجد عواقبه في الدنيا والآخرة بل ستجد أجره في الدنيا والآخرة أما الإنسان الذي لا يأمن منه الجار فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان ليس نفيا بالكلية وإنما عن اكتمال الإيمان قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شروره أن يتقيه الناس مخافة شره ومخافة أن يؤذيه ولذلك لا بد وأن نتعرف على هذا الأمر الذي جاء صريحا في القرآن الكريم وجاء صريحا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وعلموا بأن هناك من الجيران من تتعدد لهم الحقوق فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك جار له حق واحد وهو الجار الغير المسلم إذا كان هناك جار على غير الملة فإن له حق الجوار وجار له حقان وهو الجار المسلم وجار له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب أي إذا قيّض الله عز وجل لك سكناً بجوار أخيك أو بجوار عمك أو بجوار خالك فأحسن وبالغ في الإحسان فإنك ستؤجر على ذلك من الله تبارك وتعالى واعلم بأن الإحسان إنما هو دليل على كمال الإيمان أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا أجر البر وأجر الصلة إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته